ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي حتحصل النهاردة وكمان المباراة اللي حتتلاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وأهمهم مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائر بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة هتبدأ فترة الصمت الدعاء في الانتخابات الرئاسية 2024 واللي هتتوقف فيها الدعاية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية داخل مصر طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بحيث يتاح للناخب التركيز في اختيار المرشح اللي بيرغب في ترشيحه دون التأثير عليه النهاردة هتنظم جمعية مصر الجديدة يوم فلسطيني بعنوان فلسطين في القلب وده دعما للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وإسهاما في نشر الوعي بتاريخ فلسطين العربي والإسلامي ومواكبا للذكرى 75 لليوم العالمي لحقوق الإنسان فعليات اليوم الفلسطيني هتكون في مركز الطفل للحضارة والإبداع مدحف الطفل أحد المراكز الإبداعية التابعة للجمعية بالتعاون مع الجالية الفلسطينية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية بإطار الجولة التالتة من دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا من أهمها مباراة الأهل مع شباب الوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساءا النهاردة العشاء الدوري الإيطالي موعدهم مع المباراة الافتتاحية للجولة 15 من عمر المسابقة يلتقي يوفانتوس مع نابولي في تمام الساعة العشرة إلا الربع